انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل لحضور الحفل السنوي السابع والثلاثين لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي أقيم تحت رعاية جلالته السامية حيث تم تكريم السواعد الوطنية إلى جانب مسؤولين عن الموارد البشرية ورواد عمل فضلا عن منشآت وعمال مميزين من مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية ورفع سعادة وزير العمل أسماءات التهاني الصادقة إلى مقام جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مهنيا كافة أبناء البحرين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية كما نقل سعادة وزير العمل التحيات راعي الحفل عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعم الأول لعمال البحرين معربا عن اعتزاز جلالته الدائم بالأيد العاملة الوطنية التي كانت وما زالت المحركة الأساسية للتنمية الشاملة في المملكة وأكد حمدان أن البحرين نجحت في التصدي لتداعيات الانتشار العالمي لجائحة كورونا على مختلف نواحي الحياة مشيدا بالتعاون القائم بين أطراف الانتاج الثلاثة ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في معدلات التوظيف كما ونوعا مؤكدا أن ذلك يمثل تحديا وهو المحافظة على زيادة وطيرة التوظيف واستيعاب تدفقات الخريجين الجدد في سوق العمل تقديرا للسواعد الوطنية والجهود المتميزة جاء الحفل السنوي السابع والثلاثين للتكريم العمال المجدين إلى جانب المنشآت المتميزة في القطاع الأهلي برعاية كريمة من جلالة الملك المعظم تشرفنا باللفتة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي أراد دائما أن لا تفوت مناسبة الأعياد الوطنية دون تكريم نخبة من العمال المجدين والمثابرين والمتميزين في مختلف مواقع الانتاج فالحقيقة سلوب التكريم وإبراز النجاحات وقصص النجاح يعني منهج حكومي يحث عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن تتوالى المبادرات لإبراز الكفاءات البحرينية وتشجيعها وإفتاحة الفرصة لها في كل مواقع العمل والانتاج طبعا أشكر جلالة الملك المعظم على هذه الفرصة لإتاحة لنا بتكريم العمال المستهدين وشيء أفتخر فيه أن الدولة كرمتني وقدرة جهودي وعملي اللي أنا قاعد أبذلها حق الشركة وحق الوطن وخلال الحفل قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بتكريم العمال والشركات والمؤسسات المتميزة ورواد الأعمال ونقل تحيات راعي الحفل عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدائم الأول لعمال البحرين معربا عن اعتزاز جلالته الدائم بالأياد العاملة الوطنية التي كانت وما زالت المحرك الأساسي للتنمية الشاملة في مملكة البحرين الحافظ اللي يحصل الموظف من هذا التكريم أنه يعطي دوافع أكثر من تطوير نفسه أزياد إذا باقي من مسيرة العمل يعني وشي يفرح الإنسان في هالسن لما يحصل هذا التكريم نشكر جلالة الملك نشكر وزارة العامل نشكر جميع القائمين على الحفل صراحة لفتة جميلة أن يتم تكريمنا كعمال وإن شاء الله من هالسنة لكل سنة لإنجاح إن شاء الله وضمت قائمة المكرمين فئة رواد الأعمال البارزين والمنشآت المتميزة والمشروعات الصغيرة والمدراء المتميزين والعمال من ذوي العزيمة إضافة إلى العاملين في المهن التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها